ومن واشنطن ينضم علينا ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي سيد شرقاوي ما هي التبعات لإعلان واشنطن إدراجها الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب الحرس الثوري الإيراني زو طبيعة خاصة نشأ في بداية الثورة الإيرانية سنة 1979 وهو كان جيش موازي للجيش الإيراني وكان المقصود منه حماية الخميني وحماية النظام الإيراني وبالتأكيد أيضا السيطرة على العملات العسكرية في الخارج الإيراني كان قوامه في أول مناشأ 25 ألف عنصر الآن قوامه 130 ألف عنصر يتحكم فيما لا يقل عن مليون عنصر مسلح في أكثر من 60 ميليشيا في منطقة الشرق الأوسط صرح رئيس سيد جعفري أن إيران تتحكم في أربعة عواصم عربية صنعاء ودمشق وبغداد وبيروت ما فيه شك أن قام بالكثير من العمليات الإرهابية في الداخل الإيراني من خلال تحكمه في قوات الباسيج وهي تقريبا 400 ألف عنصر للسيطرة وإحكام القبضة في الداخل الإيراني وفي العمليات الخارج الإيراني من خلال طيف لا يتوقف من عمليات إرهابية في سفارات وبعثات دبلوماسية وتفجيرات واغتيالات واختطاف آخرها كانت محاولة تفجير اجتماع المعارضة الإيرانية مجاهدي خلق في قريس وكانت اجتماع كبير يضم تقريبا 60 ألف من المعارضين وتم إفشال هذا المخطط الإرهابي والقبض على ستة إيرانيين منهم اتنين دبلوماسيين في ثلاث عواصم أوروبية هذا الحرس الثوري الإيراني بالتأكيد يمثل نصف قوة للنظام الإيراني ويتحكم فيما لا يقل من 20% ل30% من الاقتصاد الإيراني من خلال الشركات التابعة له وخاصة في مجال الطاقة فرض هذا الحرس الثوري الإيراني بيكامله جماعة إرهابية ده معناته أنه يقود 70% من البرلمان الإيراني وهو من الحرس الثوري و50% من الوزراء من الحرس الثوري فأعتقد أنه يقفل تماما كل المنافذ أمام النظام الإيراني باعتبار الحرس بكامله وهي أول مرة تصنف فيها ولاية المتحدة الأمريكية هيئة حكومية جماعة إرهابية اسمع لي سيد شرقاوي أحتاج إلى مزيد من التوضيح يعني ما فهمت من حاضرتك أن حتى الآن ربما يمنع فقط الحصول على تأشيرة الدخول لأمريكا ممن أشرت عليهم مثلا ممن ينتمي إلى الحرس الثوري أتحدث هنا عن كيف ستقود أمريكا الحرس الثوري بإدراجه في قائمة الإرهاب مثلا هو في تصريحات السيد منبيو اليوم وفقا للتسريبات التي تمت خلال السبت والحد الماضي عن نية الإدارة الأمريكية في تعيين وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كجماعة إرهابية دي طريقة الرئيس دونالد ترامب بيطلق بالونات اختبار ويرى ردود الأفعال من الخصم أو من الجهة الأخرى اليوم السيد منبيو وزير الخارجية قال خلال أسبوع إدراجه على قواعم الإرهاب ده بالتأكيد هيستدبع أن وزارة الخزانة الأمريكية سوف تدرج كل من هم داخل الحزب يعني 130 ألف عفوا مش الحزب داخل السوري الإيراني من الميليشيا 130 ألف هيدرجوا ده معناته أن لا يمكن التعامل معهم أو التعاون معهم بالتبادل التجاري أو البيع أو الشراء أو التدريب أو حتى اللوجستيات النقل فالشركات العالمية بكاملها ستتوقف عن دعم أيضا الشركات التي يملكها الحرس الثوري الإيراني فهي بالتأكيد ضربة قاسمة إلى قوة فاعلة في الداخل الإيراني وخاصة أن هناك عقوبات فعلا بس على رؤوس الحرس الثوري الإيراني وقياه ذاته في عقوبات يعني اقتصادية وعقوبات صدرة من وزارة الخزانة ولكن على الرؤوس فقط سيد شرقاوي سؤال الأخير وبإجاز لديق الوقت لو أمكن يعني هل تساعدنا في أن نفهم هذه الجملة التي قالها بومبيو للعالم اليوم قال إن أمريكا ستستخدم كل قوتها لوقف الممارسات غير القانونية لإيران هو ما فيه شك أن سيد بومبيو بالتأكيد هو مرآة تعكس وجهة نظر رئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية لالتفاقه الكثير الكبير مع رئيس دونالد ترامب في الكثير من ملفات بخلاف سابقه وسيد ريك تيلرسون فبالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية تفكر في كيفية الضغط والضغط والضغط إلى أقصى درجة هناك موقف آخر في الداخل الأمريكي لم يعني يشار إليه في الكثير من وسائل الإعلام هي أن بعض مرشحي الديمقراطيين للرئاسة في سباق 2020 بدأوا في التصريحات أن هناك نية للرجوع مرة أخرى لاتفاق 2015 النووي عضرا سيد شرقاوي لكن ليس لدينا كثير من الوقت أدعوك إلى كثير من إجاز ماذا تعني كلمة كل قوتها هذا ما أريد فقط في ثوانين وبتأكيد القوة القوة يعني القوة الناعمة فقط الضغط الاقتصادي معونة الحلفاء من أوروبا ومن العالم كله ولكن لم يتطرق إلى عمل عسكري وإن كان هو مطروح وموجود على الطاول شكرا لسيد ماك شرقاوي الكاتب والمحلل السياسي كنت معنا من واشنطن اشتركوا في القناة